وما قام بهذا الموضوع هو السيد محمد تميم ممثلا عن السيد الحلبوسي والسيد الحلبوسي كان حاضرا بقوة في اجتماع ليلة أمس في فندق الرشيد مما يعني أن هناك كان طبخة مجهزة وفعلا أنا كما قلت وأؤكد أن السيد الحلبوسي رد صالح الحزب الديمقراطي الكردستاني في موضوع انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي بتصويد الحزب الديمقراطي الكردستاني مرتين لصالح غريم السيد الحلبوسي وغريم تقدم السيد سالم العساوي بدعم من تحالف السيادة لذا فالصفقة السياسية أو اللعبة السياسية فعلا أدارها في الفترة الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة لو لا تدخل السيد الحلبوسي واصطفافه إلى جانب الاتفاق الموجود أصلا بين السيدين الطالباني والكلداني بدعم من الشيخ الخزعلي وحتى بدعم من السيد نوري المالكي لم يكن ليكون موفقا هذا الاتفاق لو لا وسوء التحالف أو ثلاثة أصوات عربية من التحالف العربي الذي انضم إلى الاتفاق وكون الأغلبية البسيطة تسع مقاعد من أصل 16 مقعد وتم تمرير الاتفاق أو خلينا نقول تمرير المرحلة الأولى في موضوع عقدة كاركوك لأن عقدة كاركوك لا يمكن تحال بس بهذا الاتفاق وهذه الجلسة لدينا أيضا مترتبات ومضاعفات لهذه الجلسة يمكن أن تحزن خلال القضاء أو خلال الصراع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء هناك أطراف سياسية ستتدخل مع التزام الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الآن الصمت تجاه ما جرى ليلة أمس في فندق الرشيد